كل المطارات الإسرائيلية ستدمر وأولهم مطار اللد أو بنغوريون وكمان رامون في الصحراء الرئيس بشار الأسد قدم وبموافقة روسية منظومة صواريخ دفاع جوي جديدة جداً لحزب الله وهذه هي الأسلحة الجديدة المتكتمين عليها هاي الصواريخ لأنه بوتين دلهم بالحرف للأمريكان أنتوا بتزودوا أن أوكرانيا بصواريخ تضرب العمق بتاعنا طب إحنا بنزود كل أعداكم بصواريخ ومن هذه المنظومة الصاروخية الروسية الرئيس بشار الأسد قدمها لحزب الله أي طائرة الآن بتتحلق في الأجواء اللبنانية مسيرة أو غير مسيرة ثابتة الأجنحة ستسقط بكل لاحظين ما فيش طائرات الآن بتحلق في أجواء اللبنان على الإطلاق لأن الإسرائيلي عرفوا أنه فيه بنتظرهم يعني هاي الصواريخ وجاهزة لهم فالأمور بتتطور بشارك غير عادي كمان أزيدكم من الشعر به طب إذا غزة فيها 500 كيلو متر من الأنفاق تحت الأرض غزة هاي اللي كلها رملية طيب وكانت محاصرة ومجوعة وفيش بأسمنت ولا في حديد توصل إلا بشق الأنفذ طيب جنوب لبنان جنوب لبنان في أكثر من 500 كيلو متر من الأنفاق وفي الصغر محفورة وأنا شفت في معرض من ليتا اللي هو لحرب 2006 روحت زورت وشفت بس هاي الأنفاق لحرب عام 2006 وهذه بداية جدا مقارنة بالأنفاق اللي بنوها حزب الله في جنوب لبنان بتخمشي فيها سيارات مش لعبة فإسرائيل تسترجي تقتحم جنوب لبنان طيب والله نهايتهم حتكون مكتوبة على الحيطة كمان مسألة آخر إسرائيل بتتحمل إنها تدم لا آسف إسرائيل بتقدر تدمر قطاع غزة وبتقدر تدمر البيوت وإيش عندهم مساكين الغزاز ولا شيء لكن بتقدر إسرائيل تتحمل دمار صواريخ حزب الله في حيفا ويافا وعكة والقدس وصفد وطبرية بتقدر تتحمل بتقدر تدمر بس تقدر تتحمل طيب تتحمل خلينا نشوف تتحمل وخليها تخطئ يا ريت والله تخطئ حتى تشوف إيش بتصير فيهم هاي نهايتهم إذا تولعت الحرب في جنوب لبنان ولهذا السبب سكتوا لهذا السبب انخرسوا يعني بأبدا ولا قادرين يفتحوا ثمهم وهذا اللي حصل الآن في جنوب لبنان وهذا سبب الهدوء وين الاغتيالات؟ وقفة الاغتيالات وين الطيارات؟ بطلة تتحلق وين الدبابات؟ ولا إشي وين الحكي نور شمال الليطاني؟ ولا بقدروا يكون لما حكوا حتى شمال الليطاني إيش قالوا لهم حزب الله من خلال وسطها؟ قالوا لهم طيب انتوا بتقدر تتسحبوا ثلاثين كيلومتر من الجليل وتخلوا المنطقة الساحلية؟ طيب سكتوا قالوا خلاص اخرسوا ما تقولوش تطلعوا شمال الليطاني ولا جنوب مين انتوا حتى تقرروا وين الروح هنا في بلدنا؟ هذا لبنان بلدنا وهذه فلسطين بلدنا كبار فهذا هو اللي حصل يعني والله أنا حاولت بقدر الإمكان أني أقدم لكم صورة يعني مدروسة بالأرقام والوقاع والحقائق حتى تشوفوا قديش إسرائيل الآن مهزومة